من القاهرة ينضم إلينا سيد حسين مفتاح الكاتب الصحفي الليبي أهلا ومرحبا بك سيد حسين على شاشة الغد يعني في ليبيا يبدو أن لا مخارج واضحة حتى الآن للأزمة بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد ولكن ثمت تحركات حقيقية جديدة وهي أن ويليامس في القاهرة لبحث جهود حل الأزمة ما المتوقع في البداية مساء الخير لك ولمشاهدين الكرام نعم بدأت سيدة ستيفاني وليامس التي تشغل الآن مهمة مستشار الأمير العام للأمم المتحدة بالشأن الليبي بعد أن كانت رئيس بالإنابة للبعثة الأممية في ليبيا في السابق وهي صاحبة خارطة الطريق التي لا تزال إلى حد الآن هي التي تسير البلد وتحاول من خلالها الخروج من الأزمة الليبية زيارة تشمل على قل تقدير وفقا للمصادر الإعلامية من داخل البيعثة الأممية بأنها ستشمل لقاءات مع عدد من المسؤولين هنا في القاهرة لسيما المهتمين بالملف الليبي وعلى رأسهم بالتأكيد اللجنة المعنية بالملف الليبي والقيادات المصرية إضافة إلى فرصة اللقاء ببعض القيادات الليبية أو الشخصيات الليبية ذات التأثير المتواجدة في القاهرة هذه الزيارة تندرج ضمن جولة كما أشرتم في الخبر كانت قد زارت تركيا وأيضا ألتقت في تونس مع عدد من المسؤولين الليبيين والمسؤولين في تونس وأعتقد أنها في الغد ستتجه إلى موسكو حيث تلتقي مع نائب وزير الخارجية المهتم بشمال أفريقيا والشرق الأوسط بغدنوف فهذه الجولة جاءت بعد حوارات مطولة أجرتها السيدة ستيفاني مع معظم الأطراف الليبية في شرق البلاد وجنوبها وغربها وأعتقد أنها تمكنت من الوصول إلى محصلة قد تساعد في تشخيص الوضع في ليبيا والمساهمة في اتخاذ قرار في معالجة الوضع الذي يعاني انسداد حاد بعد فشل جراء الانتخابات بعد توقفها في محطة فارقة وهي محطة الإعلان عن قائمة المرشحين للمنافسة على الانتخابات الرئاسية فأعتقد أن هذه الجلسة تكون مكملة لما دارها بين الأطراف الليبيا سيد حسين تحتاج إلى عملية تشخيص أم جهود ووسطات للحل برأيك بالتأكيد يفترض أن تكون تشخيص يفترض أن يكون سابق يعني الوضع في ليبيا أصبح واضحا الليبيون يطالبون بشكل واضح ومحدد بتطبيق خارطة الطريق التي نتجت عن منتدى الحوار السياسي في تونس وجينيف بداية العام الماضي في فبراير من العام الماضي والنقطة الفيصل في هذا الأمر هو إجراء الانتخابات فكان يفترض بالفعل أن تنصب جهود على حل الإشكالية التي توقفت عندها إجراء الانتخابات العملية الانتخابية رئيس المفوضية العلية الانتخابات عندما أعلن عن توقف الانتخابات في المحطة قبل النهاية تحدث عن ما اسماه بالقوة القاهرة فيفترض بالفعل أن تكون المساعي بالكامل لمعالجة ما يعني المفوضية العلية الانتخابات بالقوة القاهرة وحل هذه الإشكالية هذا طبعا يتزامن مع جلسة الغد لمجلس النواب وينتظرها كثير من الليبيين يعاولون على إجراء تغيير جذري في القيادة السيسية في البلد سنأتي لاحقا إلى هذه النقطة ومصير الحكومة الليبية سيد حسين ولكن دعنا نتحدث هنا عن هذه الجولة لويليامس هل يمكن حقيقة التعويل عليها لأحداث أي خرق في الأزمة الليبية بعد تأجيل الانتخابات في البلاد لا أعتقد بالمطلق أن العمل في خارج حدود البلد الآن سيؤتي ثمارة على أقل تقدير بشكل معالجات سريعة لأن الوضع في ليبيا الآن لا يحتمل فترة تمهيدية طويلة مثل هذه الجولات تناقش مع أطراف سواء كانت تقليمية الدول العربية دول الجوارد مثل مصر وتونس أو تركيا وروسيا لا أعتقد أن هذه الجولة سيكون لها أثر حقيقي على المعطيات الموجودة على الأرض في ليبيا كان يفترض أن ينصب العمل بشكل أساسي على الأطراف الليبية ومواجهة كل مقصر الانسداد الذي حصل في ليبيا هو نتيجة تقصير فاضح من كل الأطراف شاركت فيه كل الأطراف دون استثناء هناك من يقول أن الإخفاق جاءت من الداخل والحل يجب أن يأتي من الداخل ولكن هل يمكن التعويل في المجمل عن القوى الخارجية برأيك؟ هو للأسف لا اختلاف على أن الحل يجب أن يكون ليبيا ليبيا ويجب أن يكون في الداخل ولكن كل متصدري المشهد دون استثناء أيضا وحدد دون استثناء الموجودين في الساحة اليوم يرتبطون مع أطراف خارجية فيبدو أن حتى مصادر اتخاذ القرار ليست بأيدي متصدري المشهد في ليبيا لا الحكومة ولا البرلمان ولا مجلس الأعلى للدولة ولا حتى المفوضية العليا للانتخابات التي كان يفترض أن تكون محيدة ومستقلة جورفت ودخلت الممحكات السياسية وعرقلت العمل بسبب ضغوط ثارة يقولون ضغوط داخلية وثارة يقولون ضغوط خارجية فأعتقد أن مساعي سيدة ستيفاني تأتي لما هو غير منظور أو غير مكشوف أو غير معلن عنه أن العرقل الموجودة في الداخل أسبابها الحقيقية هو ارتباط المتصدري المشهد في ليبيا مع أطراف خارجية وهذا بالتأكيد يجعلنا أمام وضع لا يسمح بالتفاؤل ولا يسمح بالاعتماد بشكل كبير على ما يجرى حتى داخل مجلس النواب وغير من المحاولات الموجودة في الداخل فالشكالية في ليبيا أعتقد أنها ترتكز على نقطتين أساسيتين طراف خارجية وأطراف داخلية والعلاقة بين هذه الأطراف هي ما يعقد المشهد ويبدد كل أمل تصل به أي مبادرة أو أي خارط الطريق للأسف هل البحث عن حكومة بديلة؟ هذه الجلسة للبرلمان المنتظرة والتي تحدثت عنها في بداية حادثك هل يمكن التعويل على حكومة جديدة في إيجاد توازنات ربما مختلفة في المشهد سيد حسين؟ وما هو المتوقع بشأن مصير الحكومة الحالية؟ شوفي بكل ثقة كاملة لا أعتقد أن مجلس النواب قادر على حل المشكلة السياسية الموجودة في ليبيا وغير قادر على تكليف حكومة وحتى أن تم التوافق يوم الغد على أي حكومة مهما كانت هذه الاقتراحات والآن يتداول بالمناسبة عدد من الاقتراحات وعدد من الشخصيات مرشحة بأن تترأس الحكومة البديلة لحكومة بشارة أو النايند أعتقد أن مجلس النواب نعم فتح بشاغة وزير الداخلية السابق والمرشح الرئاسي وأيضا عارف النايض السفير ليبيا في الإمارات والمرشح الرئاسي أيضا ضمن الأسماء المطروحة بشكل كبير وهناك خلافات حادة وفقا للمصادرنا داخل مجلس النواب أن هناك اختلافات حادة بين أعضاء مجلس النواب البعض يرفض القائمة التي يترأسها النايض والبعض الآخر يرفض القائمة التي يترأسها فتح بشاغة كل لأسبابه وكل لمصالحه ليس لأن الحل يكمن في من يترأس الحكومة الجانب الآخر حتى وإن سلمنا جدلا بأنه تم الاتفاق على حكومة يوم الغد أو يوم بعد غد الياثنير أو الثلاثاء من خلال جلسة مجلس النواب ما مصير حكومة الوحدة الوطنية الموجودة في طرابلس الآن لا سيما أن سيدة ستيفاني وليمز وعودة إلى سيدة ستيفاني مرة أخرى تصرحت في أكثر من مناسبة بأن الحكومة يمتد أجلها أو حتى الثاني والغشرين من شاعر يوم المقبل وفقا لخارطة الطريق وهي من فعل لا ترى أن الحل يبدو في حكومة أخرى جدا ليس التعقيد فقط بل أن هذه الحكومة إذا حاولت أن تباشر عملها من مدينة طرابلس أعتقد أن الوضع في طرابلس لا يحتمل أي منافسة هذه المنافسة قد تتحول إلى صراع لسيما أن الوضع الأمني في العاصمة طرابلس هش وهش للغاية وكثير من الشواهد التي شاهدناها حتى فترة توقف إطلاق النار أو وقف إطلاق النار التي مرت عليها حوالي سنتين تقريبا الآن شعر يونيو من العام قبل الماضي إلا أن كل منافسة بين أي شخصيات سياسية في البلد حتى من المنتمين لنفس الحكومة حكومة الوحدة الوطنية دائما ما يتم الاحتكام للسلاح والاشتباكات فأعتقد أنه في حال تشكيل حكومة جديدة لا أعتقد أن حكومة الوحدة الوطنية الموجودة الآن ستسلم وتتنازل وتقوم بالتسليم للحكومة الجديدة وهذا يعني حالة اصطفاف جديدة وقد تتحول إلى حالة صراع جديدة وهذا بالتأكيد سيعقد المشهد ويعرق الخارطة الطريق حتى وإن حاولت ستيفني أن تحافظ على خارطة الطريق السابقة أعتقد أنها ستكون ضربة قاسمة لكل محاولات التسوية والمسار السياسي الذي يعول عليه كثير من الليبيين رغم كل محطات الفشل السابقة سيد حسين مفتاح الكاتب الصحفي الليبي كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك